أيها الأخوات السلام عليكم ورحباً بكم في هذا اليوم الجميل سعيداً بلقيكم أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير هذا صفحي هذا النهار كما تعرفوك أي إنسان تبني أن نعرف شنو الطريف العالم خاصة شنو الطريف المغرب ندخل صفحة الأخبار التي تجيب الأخبار المغربية نصفح أول خبر والذي سوف نحضر عليه اليوم هو مؤشر للإزدهار العالمي في 2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا يعني نحن المغرب الذي نقوله دولة ومشهورة ومعروفة وكذا المؤشر العالمي للإزدهار وراء بوتسوانا وناميبيا عندما تجيب أن تجيب خبر أخر أقول كسيدي أنه حفل محمد رمضان في المغرب بصحبة الفنان العالمية وكان يضعوا إلى مدينة مراكوش يضعوا إلى الإزدهار التي تعرفوها من مدينة مراكوش أنه يجلب سواح ولكن الخبر اللي فعلا يعري الحقيقة اللي كان في المغرب وهو هذا الخبر المؤشر العالمي للإزدهار اللي سنحاول ندخل الهدامة الخبر كيف مما كتشوفو انه جاء في جريدة هسبريس اللي هي كتعرفوها جريدة مغربية ماشي جريدة يعني تابع الشي جهاز عدو ولكن يعني جريدة مغربية قاعد المغربة يعرفوها كنفس المغرب كتقولك سيدي مؤشر الإزدهار العالمي لالفين وتسعة عشر يضاع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا كيف مما كتعرفو نحاول ندكركم كتعرفو عدو المغرب مؤخرا اشترى 36 هليكوبتر من المريكان هليكوبتر الاباشي اللي 8 ديالهم 4 مليار ديال الدولار فاصيلة 25 اوكي 4 مليار ماشي 4 مليون ديال الدولار 4 مليار ديال الدولار ماشي 4 مليار ديال الدولار رابو كومامي اوكي هذي مش اخسرها المغرب بشرة بها طائرة الهليكوبتر هذا شيء جميل انا من حشدت المغرب زيما انه تهويش للتقنيات الجديدة للتسلوح وكذا قبل ما يدير هذا الشيء خصوه يهتم بالشعب المغربي لان الشعب المغربي تم عرفوا قا الشعوب الان بدأت تتقدم الشعود كلها كتعيش واحد نوع من الحياة لان الشعوب كلها ببقى تتقلم مثلا على هذا التسلوح سبق التسلوح هذا ليهم يجب ان نهتم بالانسان يجب ان نهتم بالمواطن لان هذا المواطن من حقه يعيش لان هذا المواطن كيدفع الضرائب لان هذا المواطن مكتوب عليه انه مغريبي لان الظروف دياله حطاته في هذه البلاد خصوه على الاقل هذه البلاد توفر لي واحد شوية من ذاك الشيء اللي خصوه اللي كتوفر البلدان للشعوب دياله هذا هو اللي نطالبه نحن لم نطالبه بالكثير يعني انت نطالبه غير بالتحقيق يعني ابسط الاشياء اللي يمكن ان الانسان يعيش فيها بكرامة واشياء بسيطة جدا الخبار تقولك صنف مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2019 المملكة المغربية في المرتبة المئة عالميا والتانية مغربيا من ضمن 167 دولة في العالم وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها في التنصيف نفسه سنة 2019 سابدين ترتيب هذا 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 الكلاس مو اللي حصل عليها المغرب حصل عليها في 2019 يعني من 2019 نهاية 2019 يعني عصر سنوات لم يتغير المغرب لم يتغير يكذبوا عليكم تقول لكم مغرب تقدم فاش في بناء البنية التحتيار القطار السريع بناء مطار الميناء وبناء 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 ولكن واحد الحاجة اللي بك يتقدمش في هذا المغرب وهي التنمية البشرية والتنمية البشرية هي أهم حاجة في الدول أهم حاجة يهتم بها إذا لم يتغير المغرب أي مسؤول مثلا من المغرب ينتخبون المغرب يكون دور الأول وهو خدمة الإنسان ليس خدمة بعض الجهات التي هي كالنظام مثلا والطبقة البرجوازية والمستثمرين ولكن الإنسان ينتخبون الناس لكي يخدمون مصايحة لهم بعكس من المغرب يجبون المغرب لا يخدمونها إلا أنفسهم وذلك نقول لكم التنمية البشرية هي أهم حاجة في أي دولة والذين لا تنامون أن تتعرف الدولة متقدمة أو متخلفة أن تكونوا ترى التنمية البشرية لا ترى الاقتصاد لا ترى السياحة لا ترى الزواق لا ترى طوروت لا ترى القطارات السريعة لا ترى التقربح كلهم لا ترى إلا أن المغرب أي دولة في التنمية البشرية إذا كانت الأمثال أعرف الدولة المتقدمة بسطنة ضمن 167 دولة في العالم وهي المرتبة النفسية التي حصلت عليها في التصنيف سنة 2009 أي أن السنوات العشر الأخيرة لم تشهد التحسن على مستوى الرفاهية والرخاء الاقتصادي ويصدر مؤشر الإزدهار سنويا عن معهد ليغا توم البريطاني ويقصوا جهود الدول لتعزيز رفاه مواطنها من خلال 12 عنصر هي السلامة والأمل كيف يقيموا هذا الإزدهار في الدول يعني شي حوجات اللي بسيطة اللي المغرب ما كيهدرش عليها لأنك تشوف مثلا الحكومة عشقة تهدر كيهدر كودي على الاقتصاد والتنمية الاقتصاديا ولكن الحواج المهمة اللي كي ياخذها مثلا هدلي كنت تخذها الدراسة باش كيعرفوا أن الدول عرفات إزدهارا وللا يعني هي 12 عنصر هي السلامة والأمن الحرية الشخصية العمل الحكومي الرأس المال الاجتماعي ماشي الرأس المال المالي الا الرأس المال الاجتماعي بيئة الاستثمار ظروف العالمية الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية جودة الاقتصاد ظروف المعيشة الصحة والتعليم والبيئة هذه هي المقاييس والمعايير اللي كي ياخذها مثلا اللي كتمشي عليها الدراسة هالي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب دول ميناء بحلولها في المركز الاربعين عالميا رأس ما تسميه ذيك الهيلة لذي الإمارات وكذا 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 ولكن التكلاسات في المركز الاربعين لماذا؟ لأن مثلا الإمارات لا يوجد حقوق الإنسان فيها القمع فيها الترهيب فيها القتل فيها هكذا هذا الشيء لماذا تكلاساتش مزيان والبحرين 58 وعومان 60 والكويت 62 السعودية 71 الأردن 86 تركيا 91 تونس 95 والمغرب 100 ولبنان 104 والجزائر 110 وإيران 119 ومصر 126 والعراق 142 ليبيا 147 سوريا 157 ثم اليمن 166 وحققت دول إفريقية تصنيفا أحسن مغرب هذا هو الخاطر جدا دول إفريقية اللي نعتبرها كمغربة نعتبر أن الدول الإفريقية أنها دول متخلفة أنهم ما زالت يعيشوا عريانين ما زالت مصخين ما زال كذا ولكن قلقوها الدول لإفريقيا حققت نمو بشريا أحسن ميناء المغرب حققت المغرب تقدم وحققت دول إفريقية تصنيفا أحسن ميناء المغرب من قبيل دولة بوتسوانا التي حلت في المرتبس بين عالميا وجنوب إفريقيا في ترتيب 83 عالميا ثم ناميبيا في المركز تسعود 80 وضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الإزدهار العالمي من أن يحقق المغرب تقدم rồi في مجال السلام والأمن لم أكن tahu وهذا من統 تقدمون في مجال السلامة والأمن يعني كنظر هالناس لا نرى الأحياء الشعبية هالناس الذين داروا هذه الدراسة لا نرى الأحياء الشعبية ونظر ما الذي يأتي و يدروا و يتحقق و لا نرى غير الوسط المدينة و كيف يتساروا بعض الموضون يعني لا نرى الأحياء الجانبية ولا نرى البلاصة التشرمير ولا نرى التقطع لا نظروا هاش قلت كاسيدي حقق المغرب تقدم في مجال السلامة والأمن بحلوله في المركز 57 عالميا لكن في مجال الحرية الفردية تديل التصنيف الدولي في المرتبة 118 الحريات الفردية القمع المغرب مشهور بالقمع المغرب مشهور بالتكرفيس كما حصل المغرب على مراكز سلبية في الرأس المال البشر هذا هو المهم بحلوله في المركز 168 عالميا يعني أن الدولة المغربية لا تهتم بالإنسان أبدا يعني الإنسان المغربي في المغرب لا قيمة له تصور المغرب تكلاسة 163 يعني بقله سبعات الأرقام سبعات الأرقام سيقول هي آخر دولة بينما جاء في الجودة الاقتصادية في الرتبة 92 عالميا و 68 في بيئة الأعمال سيحاول يخدم الطبقة البرجوازية سيحاول يخدم الطبقة المستثمرين ولكن كي يهتم بالإنسان المغربي لا هذه ممنوعة هذه يعني بحيلا تقول أن النظام المغربي تهكره الشعب المغريبي بحيلا أن النظام المغريبي يأتي الشعب المغريبي بحيلا لا أريد شعاهق يتخلص منك أما في شروط الحياة فحصلت المملكة على ترتيب 95 عالميا ثم تديلت التصنيف في الصحة إلى المرتبة 110 وفي التعليم 116 على المستوى الدولي سمعتوا أيها المغاربة أيها المغربية لماذا ولماذا نتخلص من هذا النظام لهذه الظروف المغرب جاء تصنف ود 110 في التعليم وتصنف 116 في التعليم و110 في الصحة سمعتوا علاش هذه الأسفة الحقيقة التي يجب ويجب يعني يجب التخلص من هذا النظام لأنه هو السبب فضل أوضاع هذه لأنه لا يخدم مصالح الطبقات الشعبية عالميا تصدرت دولمارك المؤشر مقابل تراجع النرويج إلى الرتبة الثانية هذا العام ثلاثها السويسرا في المركز الثالث ثم السويد رابعة وفنلندا الخامسة ثم هولندا سادسة ونيوزيلندا سابعاً وألمانيا الثامنة واللوكسونبور تاسعة وإسلندا العاشرة أوكي هذا هو الخبار وأنتم ما كتشوفوا هذه حقيقة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب يعني بالصح أن البزنس في المغرب كد تعطاه جميع الامتازات الامتيازات ولكن البشر والإنسان لا قيمة له في المغرب هنا هذا واحد السيد يقول لك ودي ما بقيناش أجمل بلد في العالم أنا بغير نعرف فواش المسؤولين دينا كيقرعوا بحال هاد الأخبار وكي يجيبوه ولا كي يجيهم الناس ولا ما عندهمش الوقت يلا كي يحيدوا الحساب يلا كي يحديوا الحساب البنكي فنوصل هذا واحد المعلق أخر يقول لك التعليم والصحة حالتهما في كل بلد هي المقياس لاحترام الحكام للمواطنين وطبعا حالتهما في بلدنا الحبيب ظاهرة للعيان لا تحتاج للفلسفة وللتأويل لك الله يا شعب هنا والتعليق أخر تلعيب عليك يمؤشر الازدهار العالمي أن تصنف المملكة المغربية في المرتبة العالميا وهي أحسن من فرنسا وهذا بشهادة رئيس الحكومة فولاتي اللي كنقول لكم يعني كان القوى المسؤولين تعموا في أحد البحر آخر للا علاقة له بهذا البحر اللي احنا فيه سنبقى حتى نصح من ديلي دول العالم ولو حللوا أغلى وزراء العالم ولو حلوا أغلى وزراء العالم مقارسا بدخل الفرد العادي والله سنكون نحن أول دولة مناصفة مع مصر والجزائر وغيرها من الدول الفاسدة مقارسا